صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي تشوفني فيه يا برج الكوس. مهم نبدأ مع برج الكوس الطاقة العامة. اه طاقتك يا برج الكوس حاليا انت اه في بداية جديدة. اه في الحب او في العمل عموما في الحياة. اه ممكن كمان يكون اه الدنيا بتصلحك او علاقة فيها اه مصالحة جديدة مسلا. اه تصالح او علاقة جديدة اللي انت اه تحب تشوفه او اه تطبعه على الصورة بتاعتك. اه اللي بعد كده. انت تقريبا برج الكوس اه يعني بتحب حد بس اه متخوف منه قليلا. هو انت بتحب حد فعلا. بس متخوف منه قليلا او شايف فيه اه فيه عيوب مسلا معينة. حاجة زي كده محتاج لغيرها. اه وانت شايفه بداية حلوة وشخصة للزوز ودمه خفيف وكل حاجة. اه ولكن في حاجات في حاجات قلقاك. في حاجات قلقاك. فتعال نشوف مع بعض كده مشاعر الشريك ايه اللي انت قلقا منه ده برج الكوس. كده هنت نفهم الصورة بقى. الله. الله يا عبد الله. ليه كده? نبدأين كده يا برج الكوس. آآ يا بداية جديدة. يا مصلحة. يا حد رجع لك من الماضي. ومقدم لك آآ زي ما بيقوله كده الكاس. وآآ وحاجة جديدة. وبيقول لك تعالى بقى نفتح صفحة جديدة. وآآ وشيل اللي في اللي حصل ما بينه على كم? تقريبا يعني. وانت متخوف منه شوية. وآآ ممكن تكون معلق الموضوع معاه. وآآ ولكن ولكن نفسك تبدأ بداية حلوة معاه برضو. يعني ما نقولش برية. يعني ممكن تكون انت آآ محسسه آآ بان انت معلق الموضوع. اوكي? ومش واسق فيه. ولكن انت نفسك في بداية جديدة على فكرة. نفسك في بداية كده. فتعال نشوف كده المشاعر بتاعته الحلوة دي ايه? ده هو شايفك حد جميل قوي. وآآ مش شايفك حد جميل المشاعر ونفسها هي بتجاهك حلوة قوي. آآ وشايفك السلمي بتاعه. وآآ شايفك يعني الحب الحقيقي اللي هو لقاه. آآ ممكن بعد سنين طوار زي ما فيه اغنية كده بسمحها. آآ وهو كمان حاسس بان انت بتحبه على فكرة مش مش هو بس اللي بيحبك لأ. ده هو حاسس بان انت كمان بتحبه وان انت كمان بتكنله المشاعر الحلوة. ولكن آآ انت مشاعرك آآ ممكن نقول مقفولة شوية. ماتخدة شوية. آآ مش مقفولة. آآ انت بتفكر بعلك قوي 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 ببرج الكوس. وهو بيفكر بمشاعره قوي. تمام? وشايف العلاقة من منظور المشاعر. وآآ حاسس باتجاه بليك. يعني فيه حب جيمة قوي. ولكن انت في المقابل بتقابل ده بالتفكير. وآآ واخد الموضوع على عصابك شوية. انا حاسة ان هي مصلحة. ولكن الشخص ده شكله وتعبك قوي 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 قوي. ولكن مشاعره حلوة. وانت مشاعرك آآ يعني يغلب عليها الطابع الجدية. عارف لما حد يجي يقولك انا جاي صلحك وتعلم ان ده صفحة جديدة فانت بقى بتحسب الموضوع من اللي اولي خالص. اللي انت لاي يا عم انت تخون تاني. او انت كذبت عليها. او حاجة زي من حاجات دي. وممكن برضو. خلينا ناخد لبعه وقت راح نشوفناها. لان العدالة او المحكمة دي يعني مشاعر صارمة. ده انت زي ما تكون عارف يقولك حاطة الصيفة على رقابته. خيف تكون حاطة الصيفة على رقابته. اه ايو ايو ايو. صح كده انت حاطة الصيفة على رقابته فعلا. انت برج الكوس مش بقولك انت بحكم مشاعرك قوي. وبتفتكر كل اللي حصل في العلاقة من اول الاخرها. آآ لاحظة الضعف ولاحظة القوة. بتشوف هو عمل ايه ومعملش ايه. ايه اللي انا الصح اللي ايه اللي انا عملته. انت حاسس شاعر بخبة امل. عشان كده انت محكم عقلك قوي. وعمال مش عايز بالزبط. انت مش عايز تظلم نفسك تاني. لو هم قدم لك عرض جديد. فانت خايف تظلم تاني يا برج الكوس. فلانك انت مريت بخبة امل جمد قوي قوي في العلاقة دي. كان فيها عدم توازن. وكان فيها افتقار للعاطفة. عشان كده هو شاعر بالعاطفة دلوقتي سبحان الله يعني. ام. ويعني مش هقول ما فيش مشاعر. ولكن انت مني من مشاعر زي ما بيقوله كده. ومحكم العقل. وبتوزن الامور قوي قوي. وبتقول واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما بيقول الكتاب كده. بتحاسب نفسك. و لو جي كلمك بتحاسب كمان. يعني مش مش اللي هو. مش اللي هو انت واحد جيه يقول لك انا بحبك او انا كمان وتعالى نرجع. لا. لا انت شكلك استكفيت منه قوي. مريت معاه بتجربة سيئة جدا. او كان فيها خيبات امل كتير قوي. قوي. خيب ظنك كتير. الظهر. وابل ما وصلت للمرحلة دي وصلت ليها بعد الشيء صعب اروي. اعتذر لك يا مورك الكوس جدا عندي شوية حاجات كده في البيت. بقفل الفيديو يعني. فعالمهم ينركع لما رجوعنا مقام. زي ما قلت لك انت محكم قوي عقلك دلوقتي. في مقابل ما هو في مشاعر. انا حاسة ان الصورة تقلبت تقريبا هو انت اللي كنت تتديله المشاعر وبدأ هو اللي كان بيستابل بقى او استعبط عليك. وهو ميديك تقريبا كده عرض جديد فعلا. او يعني بيعرض عليك مصلحة من الاخر. تعال نقل بالصفحة بقى ونبدأ حاجة جديدة. ولكن انت متخوف جدا لان كان فيه خيبة اولا. طب هو شايفك ازاي? هو هو تقريبا شايفك زي ما انت انت نفسك فعلا عامل كده. هو شايفك انسان بطيء. وهو انسان زي ما بيقوله كده هو برضو ده انسان شعر بخبة امل. برضو يعني ده شخص آآ يعني زرع حاجات كتير جدا ولكن لم يجني الا ثمرة واحدة. بص كم ثمرة على على العشب ده او المكان ده. ولكن مفيش حاجة واحدة. فمنتظر الباقي بقى ده لما يجي ينزل. فهو آآ شايفك ان انت معلق مع الموضوع بطريقة بطيئة جدا. وان انت منتظر وتقوى ان انت ساكت. هادي. ما بتعملش حاجة. ما بيجي يقولك مسلا. مسلا. يبعط لك مسج يقولك ازاي كعمل ايه. وحش تاني مسلا. فانت تعمله سين وما تردش. آآ يقولك طب طب ما تجي نرجع. تقوله لأ. مسلا. او تقوله لأ بس مش مش بطريقة مباشرة. فهو شايفك ان انت بطيء في اتخاذ قراراتك جدا. ولما حد بيقدم لك حاجة بتوعى تفتكلي القديم بقى. يعني اللي هو بتعيش في الكوكة بالذكريات كده. ان انت فعلا حقيقة فعلا. آآ انت مشاعرك حاليا كل ما تيجي تحاول تفكر في ان انت تبدأ مع صفحة جديدة تفتكر قلم الماضي. وقلم الرحيل. وقد ايه الايام الصعبة اللي انت عشتها لوحدك من غيره. فانت تعبان وهو شايفك بطيء. وشخص آآ عنده خيبة امل للاخر كده. وآآ وايه تاني برضو. عطاك بتعمل مع حد برج حمل او ترابي. عقرب ما ايه يعني. ابراج لطيفة هنا خالص. من تاني. حمل برضو تاني. آآ وابراجت ربيع. طيب انت شايفه ازاي? بس بقى انت شايفه حاجة غريبة جدا. انت شايفه آآ يا ام شخص آآ ما هو دي النظرة آآ النظرة بتاعتك يعني انت شايفه ايه حاليا? هو شايفك ان انت شخص بطيء. انما انت شايفه ان هو شخص ممكن يكون مندفع. ممكن يكون شخص آآ عصبي زيادة عن لزوم. عصبي بياخد الامور اللي هو مسلا بتقوله حاجة يقوم اخد الامور على صدره كده. آآ انت شايفه ان هو شخص آآ بيتسرع جدا متسرع. هو انت برضو ما زلت بتحبه على فكرة. بس قلبك مجروح منه. يعني انت شايفه ان هو شخص آآ آآ عصبي وبياخد الامور على اصابه قوي قوي قوي. وممكن يكون مسلا موضوع تافه يروح هب يولع فيه وبقى تولع نار. يعني احنا حطين بنزين في مكان قد كده ان هو الكابب ببنزين كله ومولع فيها نار. والموضوع يخلص. ممكن يكون بتتعامل مع برج الاسد لمرج الاسد كده برضو. ولكن انت مجروح منه قوي. قوي قوي. جرحك قوي. طعن التلس سوف في قلبك من اخر. وآآ ايه تاني? ولكن وبرغم ذلك انت ما زلت شايفه الشخص الحنين ممكن زي ما قلت لك يكون عصبي. لانه بص يعني بص ده ده الامبراطور وده الامبراطور. ممكن يكون عصبي. ولكن حناية. يعني مع انه عصبي وبياخد الامور على صدره قوي قوي قوي. وبيحب يتحكم ومتعصب لرأيه. يعني ممكن تكون بتتنقش معاه وتقوله طب فيها ايه لما نعمل. لا انا عوضة وبقولك ايه خلصت موضوع يا فل. خلصت. ايه فلسكة في فشك. او في فشك عموما. في بنات كده. في بنات عصبية. او انت ولد. فيه طبعا الرجانة طبعا كلهم عصبين. ولكن حناية. وقلبه طيب. وجميل قوي من جوا. يعني هو من جوا فعلا كده. هو فعلا من جوا كده. على فكرة هو دي مشاعره حقيقة. هو فعلا طيب وحناية. وممكن وعلى فكرة ممكن يكون مسلا ما تعاوصب يعمل بلوك. ويكلمتهش تاني. او ما تكلماتش تاني. ولكن ايه من جوا صده طيبة قوي 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 سلام. وجميل عموما يعني. وانت ما زلت شايفه النجمة. انت ما زلت شايفه النجمة والفلقوس. ما زال هو ليك حلم. هو كان نجمة السماء وحلم بالنسبة لك. وان العلاقة دي كانت علاقة قدرية وجميلة قوي. والحظ هو اللي بعتها لك. الحظ هو اللي بعتها لك. على فكرة انت ممكن تكون كان نفسك يرجع. برضو. ولو هو لسه ما رجعش فانت نفسك ان هو يرجع مرة تانية. وان الحظ بقى يرميه في طريقك تاني. لان ده برضو العدالة. انت نفسك في تحقيق العدالة. ممكن يكون نفسك انه يرجع مرة تانية. ولكن انت شايف ان هو عصبي. انت اللي بتشوف انه هو عصبي. وجرح قلبك. وجرح قلبك. ومن الاخر انت جرحته اتبعض. حاجة من حاجتين هي. طيب. اه انتو غراب قوي. انتو في ايه العلاقة دي? هي تقريبا كده صوت تفاهم مولعته ببعض. حاجة زي كده. طب ايه الخطوة اللي هو ناوي ياخدها? لما اقول الخطوة اللي ناوي ياخدها يا جماعة. يبقى مش معناه انه هو ممكن ياخدها واحد دي تقول لي ده مارجعش. مع انه كان ناوي يرجع. هو بياء دينية. انا مستقبل احنا ما نشوفوش لان المستقبل ده بتغير فيد ربنا. ولكن دي نايتو. نايتو ايه بقى? نايتو ياخد قرار صارم بشأن العلاقة دي. ما نعرفش بقى القرار ده. هل ممكن يكون قرار ان هو آآ آآ يرجع فعلا ويقدم العرض ده اللي هو انت خلصت انت بتاعتني. خلصت خلاص. مهما تعملي بقى او طليب اتخاني او عصبي اغلب الناس العصبية دي بتبقى طايمة يدن. برج الحمل ناري وعصبي. آآ على فكرة هو متألم قوي. مش مش زار. متألم قوي. قوي يعني مش مش اي كلام. وآآ متألم وبيحاول ان هو يخبي الالم ده. بشتى الطرق. هو الزاري نوا برج الحمل. آآ او برج ناري عموما. بيحاول ان هو آآ آآ يخبي الالم ده وما يزهروش خالص. لليك ولا لغيرك. ويفضل تايما عامل الوش ده. وش انا مامية. مش حاجة حصلت ولا علاقة ما مشيتش واحدة جدا. آآ ولكن هو الان في عزلة. وآآ عزلة داخليا مش خارجيا. ممكن يكون بتشتغل. وممكن يكون ظاهر ده في الوش. انا مبسوط ومامية. ولكن هو في عزلة داخليا. وبيحاول يبحث عن 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 مخرج للالم والجرح ده. وهو عايز ياخد قراره بشأن العلاقة دي بانه يبدأ بداية جديدة. والظاهر انه فعلا عايز يبدأ بداية جديدة لانه هو مقدم لكم عرض اهم. او عموما في عرض جديد هكذا. في بداية جديدة. هو ناوي عايز يبدأ بداية جديدة. بس هو بيخلص الالم العشر سيوف دول. في عشر سيوف مطرمين في ظهر. انا بقول لكم انتو خبطتوا ببعض. وهو غامض اول ايام دي. وداخل في عزلة جوا نفسه كده عمالي حاسب نفسه. يقول انا عملت ايه ومعملتش ايه وكان لازم ان احنا نتكلم وكل ده. ولكن هو شايفك ان انت بطيء. ممكن يكون خايف يجي يكلمك عشان عارف ان انت بطيء. وشخص دايما عارف ممكن يكون شايفك يا مرج الكوس بتحيب تايش في دور الضحية. انا عارف ان مرج الكوس مش كده. بس ممكن تكون انت من الكتر اللي حصل لك. انت خايف مني. خايف مني. اه انت كمان عايز تاخد ايه? انت تطور. انت عايز اه انت كمان مش ركلك عايز بداية جديدة. تطمح الى البداية جدة. انت كمان عايز تقمش وقولك. تطمح الى البداية الجديدة. على فكرة انت انت عايزه يرجع لبورج الكوس بس بص. الاتنين دول وقفين. يعني بتحركوش. ده واقف مستني حاجة. وده واقف ما بتحركش. انت محسسه ان انت بطيء. انت بطيء قوي يا برج الكوس. انت شكلك خايف مني. انت? ايوة انت خايف منه يا برج الكوس. انت خايف ترجع. انت خايف ترجع. خايف ترجع للاقا دي تاني. وحاسس ان هي دايرة. بتلف وترجع تاني. حاسس ان انت اه انت كل ما. تطبعا انت بتروحه وترجعه. بتروح وترجع. كل ما تدخله في الالاقا داني. وتدي له فرصة دانية. بيعمل نفس اللي حصل زبان. فترجع تدخنه تاني. فانت تعبت. واستكفيت. وكل ما تدي ما ما تاخدش حاجة غدا. تدي اهتمام. تدي حب. تدي حنان. تدي اي حاجة. وفي الاخر هب. يخلم. يمشي. فانت تعبت قوي. وعايز العدالة بقى. هترجع تديني المشاعر. انت طالب منه العدالة. انت انت موقف مشاعرك. وبتقوله لو جيت تاني تديني بقى الليلية والعلاية لو سمحت. تديني الليلية والعلاية لو سمحت. انا تديتك حب تديني حب. فانت خايف. خايف من خايف تروح له. على فكرة انت نفسك ان انت تقدم له عرض او مش تقدم له. انت من جواك عايز بداية معي تاني. وعايز تواصل. ولكن انت واقف. واقف. وقف. حرحيا. انتو اللي اتنين واقفين. واقفينه صاد بعض. واقفينه صاد بعض. هو مديك الوش ده وانت مديله الباب. برج منفجر. انت عايز العلاقة دي تتطرب بقى كده فوق على دماغها وتعمل علاقة بديدة مع عامل نفس الشخص بس علاقة ندي فوق.